تواصل مصر جهودها الجادة لدعم شعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية ومن بين هذه المحافل محكمة العدل الدولية والتي شهدت مرافعة تاريخية لمصر بشأن تداعيات الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية مرافعة تاريخية أدلت بها مصر أمام محكمة العدل الدولية خلال جلساتها بشأن تداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في محاولة لحشد الرأي العام العالمي لشكبي وإدانة انتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود المرافعة المصرية ارتكزت على الدوافع والأساند القانونية لتأكيد اختصاص المحكمة بمنح الرأي الاستشاري في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الناحية الموضعية تأكيد عدم شرعية ممارسات الاحتلال الممنهجة ضد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف إن المذبح التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعديدا غزة مستمرة إذ استشهد 29 الفلسطيني حتى الآن وهرب أكثر وشرد أكثر من 2 مليون فلسطيني في انتهاك واضح للقانون الدولي في إسرائيل وبشكل متعمد وبشكل مستمر تعمل على خلق ظروف حياتي مستحيلة في قطاع الغازة إذ أنها تفرد الحصار وتفرد سياسة التجويع وتمنع وصول المساعدات الإنسانية وإذا ما وصلت تمنع توزيعها من خلال القيود وأعمال القصف المستمرة والآن تخطط لاقتحام رفح التي يوجد فيها أكثر من 1.3 مليون فلسطيني المرافعة أكدت مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والاستلاء عليها بالقوة ورفض ممارسات إسرائيل لتهويد القدس وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تغيير معالم الأراضي المحتلة على المستوى الجغرافي والمستوى الديمغرافي أصبح أمر مفهوم أصبح أمر واضح في الأراضي الفلسطينية تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم وتعمل في نفس الوقت على القدوم بالمستوطنين الإسرائيليين للعيش في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفكت ملاحظات الأمم المتحدة في 58 وفي اتفاق باريس حذرت ناكل المدنيين من الأراضي التي تكون بالاحتلال إلى الأراضي المحتلس أسوأ لأسباب إثنية أو عرقية أو لأسباب استعمارية وخلال المرافعة أكدت مصر على أن اختصاص محكمة العدل في منح الرأي الاستشاري لاغن عنه في سبيل دعم هدف حل دولتين لإرساء ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة والتوصل لحل عادل وشامل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي استنادا لأحكام القانون الدولية على مدار عقود كانت وستظل مصر مدافع الأولى عن القضية الفلسطينية والداعمة لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية والإقلمية حرصا منها على إيجاد سند قانوني لقيام دولة فلسطينية مستقلة معترف بها دوليا شكرا